نبدأ جولتنا من المصري اليوم وزير التموين يقرر مد فترة تلقي التظلمات حتى 30 نوفمبر أصدرت دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تتهي أمس الخميس أوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي حرصا من وزير التموين على إعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية مازلنا مع المصري اليوم ومنه نتابع رد قاطع من الصحة بشأن وجود فيروسات وميكروبات معينة في الهواء أكدت وزارة الصحة والسكان عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضا معدية للمواطنين بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب الصحائي الوبائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية نفية بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين أوضح الدكتور على أعيد رئيس قطاع الطب الوقائي أن نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية يقوم بتغطية كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بالمرض معدي لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوح لي بوابة الوطن خانة جديدة بشهادة ميلاد الأطفال للكشف المبكر عن ضعف السمع قالت الدكتورة إيمان عبد البديع عضو لجنة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع أن المبادرة برنامج مستمر دائما وليس مجرد فترة وتنتهي لافتة إلى أنه تم تغيير شهادات الميلاد واضح خانة للمسح السمعي وأنه قبل انتهاء التطعيمات الخاصة بالطفل لابد من وجود نتيجة للمسح السمعي وأضافت عبد البديع في تصريحتها أن المبادرة تغطي جميع محافظات مصر وتشمل حوالي 3000 وحدة تغطي اختبار الغدة مدة الكشف والتي تستمر من 3 إلى 7 أيام واضح أنه تم البدء بـ 1300 وحدة صحية وجاري إكمال باقي الوحدات وأكدت عضو لجنة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع أنه أثناء تسجيل الطفل يتم الإبلاغ بأقرب وحدة صحية للكشف على الطفل مشيرة إلى أنه عقد إتمام عمل اختبار الغدة للطفل والتي يستغرق من 3 إلى 7 أيام تم عمل اختبار سمع للطفل بالوحدة الصحية نروح لليوم السابع منه نقرأ صندوق تحية مصر 325 مليون جنيه تكلفة تطوير 10 تلاف منزل في 332 قرية سلم صندوق تحية مصر صباح أمس الخميس 240 منزلا جديدا لأصحابها في محافظة ألف يوم بعد رفع كفاءتها في إطار تسليم المرحلة الأولى من مشروع إعمار المنازل المتهالكة في مئة قرية بالتعاون مع جمعية الأرمان جاء ذلك خلال احتفالية نظامها الصندوق بحضور اللواء عصام سعد محافظة الفيوم ومحمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأرمان من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحية مصر تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في مئة قرية يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الثالث مع جمعية الأرمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة بتكلفة كدرها مئة مليون جنيه من الصندوق تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحية مصر أنه بإنهاء تنفيذ البروتوكول الثالث لتطوير المنازل يصبح إجمال تكلفة أعمار 10 تلاف منزل نحو 325 مليون جنيه من بوابة الأهرام العصار يستقبل وفدا ألمانيا لبحث سبل التعاون المشترك استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي رونالد ويجرت نائب وزير أشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية وفد مرافق له من ممثلي عدد من كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف القطاع وتم تأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تساهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير من جانبه أكد نائب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا الألمانية على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى اهتمام العديد من الشركات الألمانية العاملة في قطاعات التصميع المختلفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية نروح لي بوابة الوطن لا يجوز إخفاءه كلما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني للسيارات وصلت وزارة الداخلية تركيب ملصق السيارات الإلكترونية على السيارات بمحافظات الجمهورية وشرح مصدر أمني أهمية الملصق قائلا أنها لا تقل عن الالتزام بتعليمات وقوانين المرور التي تحافظ على سلامة المواطن وعلى السيارة من التعرض للسدقة أو الحوادث دون معرفة مرتكب الجريمة أو الحادثة وعن طريقة تركيبه وموعيد التركيب قال المصدر أن صاحب المركبة يتجه لوحدة المرور التابع لها ويطلب تركيب الملصق ويوضح ويوضع في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة ويحوي مجموعة من البيانات بينها رقم المركبة وبياناتها الكاملة ويتلف إذا ما حاول أحد نزعه من مكانه ويستخدم فيه تطبيقات أخرى مثل سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتدار وتتم قراءة البيانات من خلال الأجهزة الموجودة مع رجال المرور وأشار إلى أن تركيب الملصق غير مرتبط بموعد ترخيص المركبات حيث يتجه مالك السيارة إلى وحدة المرور التابع لها لاستخراج الملصق واستخدامه بشكل فوري دون الحاجة للانتدار لموعد ترخيص المركب من أخبارنا الفنية نقرأ لحضراتكم من الشروق مشروعات ملتقى القاهرة السينمائي تتنافس على جوائز تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار قالت مديرة مفتاقة القاهرة السينمائي مريم دغيدي أن النسخة السادسة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال فترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري ستقدم جوائز مادية وعينية لمشروعات الأفلام المشاركة بقيمة 200 ألف دولار وهو الرقم الأضخم الذي يقدمه الملتقى منذ انطلاقه مما يوضح حجم ثقة الشركاء والرعاء وأضفت دغيدي في بيان اليوم الخميس أن الملتقى الذي يقام بالشراكة مع مركز السينما العربية يقدم سنويا مشروعات أفلام تفرض نفسها على خريطة المهرجانات والجوائز وهو ما دفع الشراكة والرعاء لضرورة دعم هذه المشروعات والمساهمة في إنجازها من خلال الجوائز القيمة التي يقدمونها يذكر أن الملتقى القاهرة السينمائي يقام كجزء من فعاليات أيام القاهرة للصناعة السينماية بالشراكة مع مركز السينما العربية خلال فترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري ويوفر فضاء مهما لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات كما يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعات الأفلام بهدف دعم السينما العربية نروح لأخبارنا الرياضية ومن بوابة أخبار اليوم نقرأ لكم ليفر فول يحتفل بتسجيل محمد صلاح 50 هدفا على ملعب أنفيلد يقول الخبر احتفى فريق ليفر فول الإنجليزي بالأهداف الخمسين التي سجلها محمد صلاح هدف الفريق على ملعب أنفيلد ونشر الموقع الرسمي للنادي الخميس 31 أكتوبر مقطع فيديو لجميع أهداف صلاح الخمسين على ملعب الأنفيلد والتي كان أخرها أمام توتنهام الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور الإنجليزي الممتاز في المباراة التي انتهت بفوز ليفر فول بهدفين مقابل هدف وكتب النادي عبر موقعه شاهد جميع أهداف محمد صلاح الخمسين على ملعب أنفيلد وصل رقم 11 في ليفر فول إلى علامة فارقة أخرى من خلال إحراز هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها فريقه على توتنهام وستير 2 واحد يوم الأحد الماضي مضيفا هذا التحول الناجح من ركلة الجزاء يمثل هدف صلاح الخمسين في تمانية وخمسين مباراة فقط مع ريس ننتقل للشأن العربي والدولي ومن سكاي نيوز عربية تظاهرات ليلية كبيرة في بغداد والعراق متهم بقنابل الجماجم شهادة العاصمة العراقية بغداد مساء الخميس تظاهرات ليلية كبيرة تطالب بإسقاط نظام فيما ذكرت منظمة العفو الدولية أن خمسة متظاهرين قتلوا بقنابل مسئلة للدموع اخترقت جماجمهم ودعت المنظمة الدولية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع غير المسبوق من القنابل التي يبلغ وزنها عشت أضعاف وزن أبوات الغاز المسائل للدموع التي تستخدم بالعدد وتحولت ساحة التحرير في بغداد مركزا للحراق المطالب بإسقاط النظام وهناك تمطر القوات الأمنية المتظاهرين بين الفين والآخر بالغاز المسائل للدموع وقتل خلال خمسة أيام ملاقل عن خمسة متظاهرين بقنابل اخترقت الجماجم أطلقتها القوات الأمنية وفق منظمة العفو ونختتم جولتنا في صحافة اليوم من جريدة الشرق الأوسط داعش يقرب مقتل البغدادي ويعين القرشي زعيما ويعد بالثقر أكد تنظيم داعش الإرهابي في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية مطلع الأسبوع وأعلن التنظيم الإرهابي بحسب وكالة رويترز للأنباء تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مزيدا من التفاصيل حول الغارة التي أصفرت عن مقتل زعيم داعش وشمل ذلك مقطع فيديو رفعت السرية عنه يظهر عناصر من قوات الكوماندوز الأمريكية يدخلون المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيس منكزي في مؤتمر صحفي أن قوات الكوماندوز قتلت أربع نساء ورجلا واحدا في العملية بعد أن بدأوا إطلاق النار على طائرة أمريكية كانت تشارك في الهجوم وأضاف أنه تم احتجازه 11 طفلا عثر عليهم في المجمع سالمين كما أوضح أن طفلين فقط وليس ثلاثة كما قيل سابقا قتل عندما فجر البغدادي القنبلة التي أودت به وأشار إلى أنه لا يعرف سن أي منهما تحديدا لكنه قال إنهما دون 12 عيما كده تكون انتهت جولتنا في الصحف